اهلا بكم تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بيت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أطلق المجلس الأعلى للمرأة الحملة الوطنية متكاتفين لدعم المرأة والأسرة البحرينية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 حول هذا الموضوع سرنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ محمد جاسم الحمادي مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة أهلا بكم مجدداً ومشاهدين الكرام ورحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد الحمادي مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة أهلا بك أستاذ محمد أهلا بك كوي بسلام أحييك بالطابع في حديث اليوم إذن حملة متكاتفين يطلقها المجلس الأعلى للمرأة في إطار جهود وطنية لمواجهة فيروس كورونا والأثار المترتبة على هذا الفيروس بداية نود أن نتعرف على هذه الحملة ما هي أسبابها ودوافعها وبالتالي أيضا ما هي أهدافها المرجوة تحقيقها من وراء هذه الحملة نعم مثل ما تعرفوا أخوي بسام صاحبة سمو رئيسة المجلس حفظها الله وجهت بإطلاق هذه الحملة الوطنية متكاتفين لأجل سلامة البحرين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها مملكة البحرين في هذه الفترة والعالم أجمع الهدف من هذه الحملة هو دعم احتياجات الطريقة للمرأة البحرينية بكل فئاتها نتكلم أن نعمل بروح فريق البحرين جميعا للوصول للمرأة لتحقيق الاستقرار الأسري الاجتماعي والنفسي للأسر البحرينية مثل ما تعرف هذه ظرف صعب شلون تتعامل معاه أكيد في أسر نحتاج أن نوصل لها هذه أهم أهداف الحملة نعم بالتأكيد أيضا لديكم لا بد أن تكون هناك مجموعة من المعايير والموضوعة وبالتالي أيضا هناك فئة مستهدفة أيضا من هذه الحملة من هي الفئة المستهدفة والمستفيدة من هذه الحملة طبعا الفئة المستهدفة هي المرأة بجميع فئاتها نتكلم عن المطلقة الأرملة المهجورة أيضا العزباء والمتزوجة نتكلم عن اللي ترعى معاقين اللي يعانون من أمراض مزمنة يعني مجموعة ما نتكلم عن فئة واحدة نتكلم عن جميع الفئات أيضا لا ننسى أبناء المرأة اللي لها أبناء وهي تشتغل أيضا في الصفوف الأمامية اليوم في الكوادر الطبية أكيد عيالها يحتاجون رعاية اللي يرعون أطفال دون سن العاشرة اليوم يعني بسبب هذه الظرف تعطل المدارس اللي قاعد يصير تحتاج المرأة أن تجاب أطفالها وتدرسهم مع بقية أفراد الأسرة الفئات اللي ذكرتها أستاذ يعني حتى في الوضع الطبيعي لابد يعني أكيد المجلس اللي علي يقدم الدعم والرعاية بشكل مستمر لهذه الفئات ولكن اليوم نتكلم عن ظرف استثنائي يعني ارتباط هذه الحملة بهذه الفئات وعلاقتها أيضا بفيروس كورونا بالجهود الوطنية لمحاربة فيروس كورونا نعم لا تنسى أخي بسام أننا عندنا مجالات للدعم موجودة عندنا دعم اقتصادي عندنا دعم أسري وعندنا دعم تعليمي أو تربوي نقدر نسميه إذا رحنا للدعم الأسري رح نلاقي أن هناك العديد يعني نقدر نقول الارشاد الأسري اللي نقدم للأسر رحنا وردي عندنا في مركز دعم المرأة توصلنا الكثير من التوصلنا الكثير من الطلبات والشكاوي اللي انبت فيها حاليا صارت الخدمات تقدم عن بعد الجميع يقدر يوصل لانكترونيا فهناك استشارات تقدم لحل الخلافات الأسرية الوصول للتوافق الأسري المشاكل الاجتماعية اللي موجودة لا تنسى اليوم عندنا حولات طارئة ما نحن نقدم لها الدعم نعم ما تستفيد من خدمات الدولة في ظل تقريبا يعني المطالبة بالجلوس في المنزل هذه الفئة ما تصل لذلك أطلقت الحملة على أساس نحن من خلال مجموعة كبيرة من المتطوعين نوصل لهذه الفئات في منازلها ونقدم لها الخدمات أيضا شونا أنواع الخدمات تسمحتي نعم أنواع الخدمات أنواع الدعم اللي رح تقدمونها للفئات يعني خل نسميها اللي قد تتأثر أو قد تتعثر أيضا جراء يعني الوضع الاستثنائي اللي نحن نعيش نعم أنا تكلمت في الجانب الأسري نعم عندنا جانب اقتصادي اليوم المجلس قاعد يشتغل بحكم اختصاصة مع الجهات ذات الصلاة ذات الاختصاص لضمان أن المرأة تعمل كما كانت تعمل في السابق وسواء العمل عن طريق المنزل لا ننسى أنه في توجيهات صارت من جاهة الملك للأم البحرينية أن تعمل أم العاملة نعم الأم العاملة أن تعمل من المنزل أيضا عندنا توجيهات من اللجنة التنسيقية برأسة سمو ولي العهد للحوامل لأصحاب الأمراض المزمنة ليأخذون ساعات رعاية أن يتم مراعاة تم أيضا في العمل هذه كلها احنا بالتواصل مع ديوان الخدمة المدنية تم تشكيل لجنة مؤخرا هذه اللجنة تدرس في جميع الطلبات اللي موجودة كي نضمن استمرارية الانتاجية أيضا من شيء ثاني عندنا في الجانب الاقتصادي عندنا اللي هي المرأة رائدة العمل أو صاحبات المشروع الصغير المتوسط في كثير اليوم منهم راح يتأثرون كما يتأثر باقي السوق فشلون الدعم للمجلس يقدم لهم استشارات اقتصادية يدليهم على المكان عندنا اخوي بسوم محفظة سمها محفظة ريادات قيمة هذه المحفظة 100 مليون دولار هي مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة للمرأة البحرينية بتعاون مع تمكين وبنك البحرين للتنمية والكل يقدر يوصل لنا عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس يقدر أن يقدم طلب استشارة اقتصادية أو طلب استشارة أسرية ونعطيها الدعم في جانب أخير من مجالات الدعم الطرقلة اللي هو الجانب التربوي الجانب التربوي نحن اليوم بتعاون مع نقابة المعلمين قاعدين نعد دروس لتساعد الأمهات اللي معاونة أبنائهم في التدريس عن بعد مساندة لجهود الدولة أيضا قاعدين مثل ما تقول نحط على روحنا جهد أن تصل المواد التعليمية بشكل ممتاز لجميع الفئات في المجتمع بالتعاون مع الجهود ذات الاختصاص لكن اليوم بعض الطلبة يلاقون صعوبة في أنها تتوفر لهم الاحتياجات الإلكترونية مثلا فالأسر المتضررة والأسر التي تحتاج يعني العناصر المساندة للتعلم عن بعد نعم نعم سواهي من جهزة الإلكترونية وكذا طبعا الحملة لها مثل ما تعرف هي مساندة في شركاء ودعمين للحملة فإن شاء الله يعني المجلس سيحب كل هاي المساهمات على اساس نقدر نصل لكل هاي العوال بدأتوا بالفعل بتلقي الطلبات نعم أي من المجالات أكثر في مسألة والله الأكثر المجال يمكن الأسري حوليا بحكم مختصاص المجلس يعني يعني يمكن الناس لأنها متعودة ولا تنسي اليوم صارت الخدمات الإلكترونية فصار في سهولة أيضا للوصول طبعا كنا نقدم الخدمات الإلكترونية بس كان في حضور شخصي أيضا اليوم صار في مستشارين يقدمون في لايف شاتينج عن طريق الموقع ممكن على طول التواصل مباشرة مع الحالة أيضا وفارنا يعني كل الأمور التقنية اللي تساعد على تقديم هذه الخدمات بنفس الجودة وربما أكثر جودة أيضا نعم نحن ممكن خلال هذه الأزمة يعني شفنا يعني المبادرات حتى من قبل الأفراد بالتقدم والتطوع للعمل والمساعدة الجهود الوطنية يعني في جميع التخصصات نعم ولا يقتصر على تخصص واحد فقط لكن في حملتكم هل أيضا فتحت المجال للمتطوعين نعم للمساعدة ولتقديم خدماتهم في حملة متكاتفين أخوي بسهم لازم يعني نعرف أن المواطن البحرين من الجنسين سوى الرجال ولا النساء دائما هم أسرع ناس لتلبية نداء الواجب اليوم تتكلم لما أعلنوا المتطوعين 30 ألف متطوع تقريبا سجلوا وهذا ليس بغريب على شباب البحرين وشعب البحرين بالأجمع احنا بالتعاون مع المنصة الوطنية المتطوعين تم استقطاب تقريبا 500 متطوع وفي نفس الوقت في متطوعين أيضا تقدموا للحاملة تم توزيعهم على المجالات المختلفة تقدموا لنا طبعا أطباء تقدموا لنا مستشارين نفسيين أعلاميين ناس يبون يشتغلون في الميدان فكلهم تم توزيعهم على فرق تطوعية في الحاملة وأكيد الاستفادة منهم لدعم الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي الذي نرصده لجمع الأسر البحرينية نعم ذكرت إعلاميين بادروا إلى الحاملة على طار الإعلام إلى أي مدى مهم أن يكون هناك ترويج إعلامي لحملة متكاتفين ما همية الإعلام في مساعدة هذه الحملة أو في تقديم هذه الحملة وتعريفها للناس نعم دعني أخذهم من جانبين أخي الجانب الأول نأخذه في التوعي والتثقيف لأننا نسحنا أمام مرض بحاجة لتثقيف بحاجة لدعم لجهود الدولة العالمية التي تقومها جهود فريق البحرين برأس سمو ولي العهد اليوم لما نقدم مثل هذه النصائح عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي اليوم يمكننا أنشط أيضا جهودكم مشكورة في وزارة العلام في تقديم البرامج هذه الدور التوعوي التثقيفي أيضا في دور ملقى علينا اللي هو يصب لتثقيف المرأة ممكن تكون مرأة حامل شون تتعامل مع الفيروس شون تتعامل في حماية أبنائها اليوم المرأة يلقى عليها دور بجونب النهية مرأة ضمن الأسرة وأم ترعى أسراته هي خطة الدفاع الأول اليوم فتقى عليها مسؤولية كبيرة فتوعية الأم شلون تتصرف في مثل هذه الحالات شلون تحمي أسراته توعية الأم ينعكس على توعية الأسرة الأسرة بالأجمع نعم خصوصا الأطفال عليك نور فعندك أنت اليوم أيضا تتكلم عن أنماط الاستهلاك اللي ممكن تزيد وتأكثر مع بقاء النوس بما نوزلهم فهذا جانب من التوعية الجانب الآخر هذا هو التعليف بخدمات الحملة عشان نوصل لأكبر شريحة في المجتمع التوعية والترويج للحملة هذي مهم عساس نوصل للشرائح اللي نبي نوصل لها وهذا الهدف الأساسي من الحملة أن يبقى التكاتف المجتمع هو الأساس نعم نعم يعني نحن قبل أن نختم يعني ودنا نتوجه دعوة يعني هل أيضا نازال باب التطوع مفتوح في هذه الحملة نعم ما هي الرسالة أيضا اللي تود إيصالها حق الناس نعم للمساعدة أو للتقدم كما قلت يعني في التطوع لهذه الحملة نعم رسالتين يمكن عندي المتطوعين أكيد الباب لهم مفتوح أرقام الحملة موجودة ويقدرون يوصلون لها عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس cw.bh أو قنوات المجلس على التواصل الاجتماعي الشيء الآخر اللي هو أدعوهم لزيارة الموقع موجودة استمارات موجودة استمارة أسرية موجودة استمارة دعم اقتصادي موجود يعني نقدر نقدم لهم استشارات عن بعد في أي شيء يحتاجون الموقع مفتوح وجهود المجلس ما رح تتوقف حتى لو مرينا بهذا الظرف بالعكس يعني الجهود موجودة والحمد لله البيئة الإلكترونية متوافرة في البحرين بشكل ممتاز أعتقد لكل اليوم يملك تلفون نقال يقدر عن طريق التلفون يدخل في ثواني ويتواصل مع المجلس نعم فإن شاء الله نتمنى السلام للجميع يعني في هذا الظرف نعم وفي رسالة أخرى أحب توجهها استاذ والله أحب أشكركم في وزارة الإعلام على هذا الدور اللي تقومون فيه ويعني في الأخير سلامة المواطنين هي الأهم نوصل إلى بر الأمان واعتقد جهود الدولة اللي قاعدة تبذلها مشكورة محل إشادة الجميع فيعني فقط نلتزم بما يصدر عن الدولة من تعليمات والحمد لله شعب البحرين مثل ما نقول مجتمع واعي وكلنا متكوتفين لسلامة البحرين إن شاء الله بلا شك يعني شركاء حقيقين في في هذه الحملة الوطنية لمواجهة هذا الفيروس شكرا لك الأستاذ محمد عبد الرحيم محمد جاسم الحمادي مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للمرأة شكرا على حضورك الله يخليك شكرا لك في الختام مشاهدي الكرام نعود ونذكر أن الحملة تهدف إلى مواصلة تخوية مجالات العمل بين فئات المجتمع وبروح فريق البحرين الواحد ومباشرة توفير الاحتياجات الطارئة للمرأة وأسراتها بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات والعمل بشكل موازي على تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع أفراد الأسرة وتنمية الثقافة المجتمعية الواعية والمسؤولة في مثل هذه الظروب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر